اشتركوا في القناة خالص التهاني والتبركات مقرونة بخالص الأمنيات بهذه المناسبة المباركة داعينا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ جلالته ويحقق له ما يتطلع إليه من رفعة والتقدم لهذا الوطن الغالي وأبنائه المخلصين وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات راجيا سموه الله العلي القدير أن يحفظ الوطن والمواطنين والمقيمين في ظل الأوضاع الراهنة التي يواجه فيها العالم جائحة فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر وقد بعث حضرة صاحب الجلالها العاهل المفدأ يده الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعرب جلالته فيها عن شكره لسموه على مشاعره الطيبة سائلنا الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظ سموه ويرعاه وأن يرفع عنا وعن البشرية جمعاء هذا الوباء برحمته الواسعة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على مملكة البحرين العزيزة والأمتين العربية والإسلامية اشتركوا في القناة